قد أهالي حي الفاروق في مدينة الرمادي ندوة تثقيفية بحضور المهندس مصلح خلف الأيوب المرشح في تحالف سائرون حيث دعا الأيوب المشاركة في الانتخابات من أجل إنقاذ العراق من رجال الظلام شرفنا هذا اليوم بحضور ندوة تثقيفية في منطقة حي الفاروق في مدينة الرمادي هذا الحي الذي يفتقر إلى أبسط الخدمات شرحوا لنا معاناتهم الشديدة بسبب الإهمال الحكومي المتعمد والمقصود لهذه المنطقة وبدورنا شرحنا لهم برنامجنا انتخابي لتحالف سائرون وطلبنا منهم ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة واختيار العناصر الكفوة والنزيهة والقوية للتخلص من الوجوه التي أوصلتهم إلى هذه الحالة التي لا تطاق الكل مجموعة على التغيير الكل يريد التغيير والكل يتساءل هل سوف تصان أصواتنا أم سيلعب المال السياسي والتزوير دوره في تغيير النتائج وتستمر مع الأسف هذه الوجوه الكالحة لأربع سنوات قادمة أخرى رحب أهالي حي الفاروق بالمهندس مصلح خلف الأيوب المرشح في تحالف سائرون الذي دعاهم على دعم الوجوه الجديدة القادرة على توفير الخدمات التي يحتاجونها نرحب الأستاذ مصلح خلف الأيوب الموثل عن قائمة سائرون محافظة الأنبار نحن بحاجة إلى هيش ناس شرفاء خيرين لمساعدة الناس فمتفهمين البرنامج ما لانتخابي وإن شاء الله نحن ويا قلبا وقالبا نحن كشباب واللي نشكل النسبة الأكبر في هذه الانتخابات سوف ندعم الوجوه الجديدة من أجل تغيير من أجل الصحة من أجل التعليم من أجل حد من البطالة والتخلف الحضاري والأخلاقي اللي يعيش المجتمع نحن الأوليين والله انتخبناهم وحجهم ميانا وهذا ما حد دار النبال حتى لذا دقينا بابا نقول لي يا باشك لعدنا إن شاء الله ما يأيه إيه وروح الله ويأكده والله يبينها الرجل هذا اللهم يبقى إن شاء الله وانطانع أهد أهد أمام الله وأمام البشر وأمام المجتمع هذا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إن شاء الله منعه العرس الانتخابي على الأبواب هذه اللحظة التي ينتظرها المواطن من أجل انتخاب الكفاءات التي تسعى لتحسين الواقع العراقي حذيفة السامراء قناة الرشيد الفضائية محافظة الأنبار